فكلب هاوس ما زال يطارد المتابعين لأن المتابعين بتوع كلب هاوس بيدخلوا بيفتحوا قلبهم قوي وبيتكلموا برحتهم بنسبة كبيرة جدا انبارح روم ربما هي الأنجح أو الأكثر شعبية في الرومز الرياضية المصرية خلال الفترة اللي فاتت كانت روم زمال كوية اعتدنا أن احنا ندخل نسمع ونشوف أراء المتابعين سواء في رومز الأهلي أو في رومز الزمالك قبل أو بعض المباريات أو في خلال القصص المثيرة بنشوف أراء الناس والجمهور وبعض الرموز حتى من الطرفين في الأهلي وفي الزمالك روم الزمالك مبارح كانت روم عادية بيتكلموا فيها كزمال كوية على بعض الأمور عن الفريق وبدأوا يلعبوا بعض الألعاب لحد ما الكابتن حماد الروبي أسطورة كرة الرياضة المصرية والزمال كوية قرر أنه يدعو أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق علشان يدخل يتكلم وهنا بدأت جلسة كأنك في مصرحية فيها على الستيتج عدد من المشاركين في المصرحية وأمامهم تقريبا ما لا يقل عن 1300 واحد قاعدين بيسمعوا وطلبين أنهم بعضهم يشاركوا في جلسة نقاش خليني أقولكم أنه الكلام بدأ يتحول إلى أشبه بمحاكمة الزمال كوية بعضهم زعلانين من ميدو زعلانين منه أن أنت قلت كذا في برنامجك وموقفك كان كذا من الزمالك في لقطة كذا ولما جات القصة عن الأهلي كان موقفك كذا فبقت بجرأة شديدة من ميدو يجاوب على الأسئلة سؤالا تلوى الآخر لكن ميدو في خلال وهو بيفتح قلبه على ما يعتقد ربما أنه كلاب هاوس هي جلسة للدردشة مع مجموعة من الأصدقاء لم يكن يعلم أن الكلام اللي بيقوله قد ينقل بل وبدأ ينقل لأنه في موجودين جوه الروم إعلاميين ده مش غرضنا من القاعدة احنا عاديين بنسمع لكن بعضها كمان من المتابعين بدأوا ياخدوا فيديوهات ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عشان يصحى بعض الناس من جلسة استمرت من واحدة فجرا لخمسة فجرا يفاجأون بأن اسمها متقال جوه الروم بل وتهجموا في تصريحات ربما كانت صعبة قوي تتقال إعلاميا لكنها قيلت عبر كلاب هاوس ونقلت بعد كده إعلاميا إيه أهم حاجة قالها أحمد حسان ميدو بما أنها خلاص بقت في العلن تعالوا نستعرضها ميدو لما كان بيتسئل على بعض المواقف يا ميدو أنت بتقول لنا أنه فرجاني ساسي ماينفعش يجدد بالرقم ده كنت رضاها عن نفسك وانت في آيكس 2006 لما كنت راجع لنا الزمارك ده أحد الأسئلة اللي عرضت على ميدو فقال لهم أنا نفسي ساسي يستمر لكن لما يطلب ساسي خمسين مليون أو أكتر في السنة أكيد هيحصل أزمة هيبقى من حق طريق حامد الدولي اللي بيلعب جنب فرجاني ساسي أنه ياخد نفسه اللي بيتقاضاه وبالتالي ينفعش تعلي فلوسك علشان مش هتعرف تدفعها اتقالوا الأهلوية كإعلاميين بيعملوا كذا وكذا وكذا فأنت كزمالكاوي اللي ما بتعملش زيهم قالوا أنا بلعب جيم إعلامي صح 14 شهر الأهل بيخلص عليه وأنا بقدم إعلام محيد علشان أعرف أستمر اتكلم ميدو على خبر بن شرقي وشكوى ضد النادي قال إنه ده كان بالاتفاق مع إدارة الزمالك عشان نحافظ على اللاعب ميدو قال إنه لولا حديثي عن أزمة أوباما ورفضه التجديد لما جدد في النهاية وده كان برضو بالاتفاق مع إدارة الزمالك قال إنه هو الوحيد اللي قال إن الأهل يتعاقد مع كهرباء وده تعاقد كان خاطئا ومش لسبب فني وإنما لمشاكل مع مرتدى منصور قال حد قال حاجة زي دي غيري قال أنا الوحيد اللي اتكلمت على إهدار الأهل ملايين في صفقتين جيرالدو وبجي قال إنه أخطأت في توقيت نشر صورتي مع الخطيب وحسن حمدي ولكن مبدأ الترحيب بهم لن أغيره ولو قابلتهم تاني هتصور معهم تاني قال لو قابلت الخطيب مرات عديدة سألتقت معه صورة انتذكارية وأسطورة كلاعب ده غير إن زمالك علمنا الاحترام قال إن رغم اختلافي مع حسن حمدي فهو من أعظم رؤساء الأندية ونجح في إدارته للأهل اتكلم كمان على إن الدكتور أشف صبح بياخد قرارات وفقا للقانون اللي هي قصة حل مجلس دارة الزمالك اللي فات وتعيين لجنة والقانون واللوايح بتقول إيه قال إن فيه قرارات تم اتخذها من جانب وزير الرياضة مقدرش أقول تفاصيلها دلوقتي وهيتم الإعلان عنها قريبا نفتكروا بقى الحتة دي عشان هقف عندها كمان شوية ثم تطرق للحديث عن رموز الزمالك قال إنه فيه واحد كنت قاعد معا قبل كده بقول له إحنا عايزين بقى نساند وندعم النادي فالأول كده واحد بدون ذكر اسمه فروح كابتن فاروق قايل لي إيه ده أنا قلت اسمه آه هو الكابتن فاروق جعفر ده كلام كابتن أحمد حسان ميدو اللي قاله مين قالك إن إحنا عايزين النادي يقف على رجله ده على لسان الكابتن أحمد حسان ميدو بعدها قالوا له أنت بتصديف أبو المعاطي زكي اللي بيهاجمنا قال لأ أنا أعدبه لو كان بيهاجم الزمالك أنا معرفش لكن هو ظهوره معايا مش مفروض علي لكنه متعاقد مع قناة النهار أنه يظهر معايا حلقة أسبوعية وأنا عن نفسي لو جمهور الزمالك عنده مشكلة معاه أنا ما عنديش مشكلة مع أبو المعاطي ده كلام أحمد حسان ميدو اللي برضو تكلم على الدكتور حسن مصطفى لما قالوا له ده طول عمره جاي علينا الزمالكوية قالوا له كده رد عليهم بأنه أنا ما كنتش أعرف لكني في الآخر ما بقولش ييه هو رئيس اتحاد كرة يد أنا بقول إنه عايزين نفسها العقلية دي تدير اتحاد كرة قدم مش إنه هو نفسه رئيس اتحاد كرة قدم لكنه في النهاية طور كرة اليد ونجح بيها بعد ما كنا بنوصلش قوم أفريقيا بينا بالنافس على مستوى المنديال ده أهم ما قاله أحمد حسان ميدو بالأمس